حياكم الله من جلين المتواصلين وياكم لا شك بأن النوادي الرياضية هي أماكن يجتمع فيها الكثير من الشباب المحب للرياضة ويستغلها في تنمية مهاراته الرياضية والبدنية ولكن من الضروري أن يتم التمرين تحت إشراف المدرب المختص ووفق برنامج صحية توافق مع حاجة وجسم كل متدرب صالت الشبل بالشارقة إحدى المشاريع الإماراتية التي تسعى لتحقيق معادلة الصحة واللياقة لمشتركها حول هذا المشروع يصرنا الترحيب بالشاب الإماراتي وصاحب الصالة يوسف كياث صاحب مشروع صارت الشبل لكمال الأجسام وساكل الله بالخير يوسف وساكل الله بالنوع يا خلم أني يبقوا لي صارت كامال الأجسام على طول لعبتي هذه المكان الوحيد الذي لا أدخله ليش بالعكس أنا أقول لك ليش لأن صدقي أنا أتكلم بصراحة أن أنت تدخل يسوي لك البحر طحينة على مثل ما يقولون ما شي يعني يقول لك أنا أهتم بك وأنا أسوي لك بس طلع الخردة من تطلع أنت الاشتراك ثاني يوم يلبس ينساك المدربة ويلبس ويأيك يقول لك وأقول لك يا بصراحة يوسف يأيك يقول لك يعني أوكي تشاهل حالك أول يوم ثاني يوم بعدين خلاص يعني يدور ضحية ثانية سامح لي في الكلمة هذه والله يكبت ليش أنت ما تدربني والله يقول لك تدريب لازم تدريب خاص تدفع زيادة أنت ما قلت لي هالكلام الأول صحيح فيصبح الأمر مادي أكثر فيصبح الواحد إيميل مايبة تمام الكلام اللي خبروني الشباب عنك أنت وأنا أتكلم إياك بصراحة الشباب خبروني كلام طيب أن لا يوسف عنده الأمور في الصالة غير يهتم بكل حد يدخل عنده ويكون واضح ويعمل بداية خبرني عن صالتك طبعاً أول شيء أشكركم على استضافتي في البرنامج وعطي فرصة حسب أني أتكلم عن مشروعي يعني الأسبوع الياء يبين معضل أنا؟ لا إن شاء الله يعني معضل يبقى لك فترة معينة إن شاء الله على حسب برنامج الكابتن فضل بداية أنا الفكرة التي طلعت منها أني أنا نفس الشباب المواطنين كنت أدور على صالة يعني إيا أني أسير صالة رسومة غالية صالة عالمية كبيرة بس ما يتوفر لي الاهتمام إذا أبقى اهتمام لازم أدفع مبالغ زيادة صحيح وإذا دورت صالات الرخيصة الأسعار الشراكة يعني رخيصة أحصل أحصل الأجهزة يعني أجهزة محلية أجهزة تعبانة متكسرة وفي نفس الوقت المدرب يعني عبارة عن مشرف في الصالة يعني ما يشرف عليك كتدريب إعطاء برامج إلا لو تعطيه مبلغ معين صحيح فأنا عقب ما شفت الموضوع والتميز الضايع يعني يعني الواحد نسمه أدقول لازم يدور حد مختص أن يرشده حق الدربة صحيح حتى مهما الإنسان قرأ كتب صحيح وتعلم بس يعني الجامعات والجامعات يعني حاطين فيهم دكاتورة ومدرسين عسب يواجهون الطلاب صحيح يعني ما في طالب يتعلم من الكتاب دارك لا لا ما ينفع ما ينفع فلازم فيه واحد يترجم لك هالمعلومات يمشيك على الدرب الصحيح تمام فأنا خلال هالفترة حصلت مدرب عنده كفاءة وعنده مهيلات مهيلات جامعية أنا تقول مهيلات إنه يقدر يقوم بالمهمة عنده دبلوم في المجال هذا جميل وشفت لقيت منه الاهتمام بس كانت الصالة اللي كان يدرب فيها صالة يعني ما فيها معدات فيه نكس ويت في المعدات حتى أنه مايروم يمر من الشباب على أجهزة معينة على عسب أن يطوف من مستواهم الصحي أو الجسم بالطبع فالفكرة يأتي من هذا الموضوع أني أنا أسوي صالة ذات عالة الجودة بجهزة عالمية يديدة يديدة وتكلفة طبعا تكلفة تكون عالية مصغرة وفيها مدرب مختص ومؤهل يعني نفس الصالات العالمية الكبيرة لكن ديبت على حجم أصغر شوي لكن فيها كل المعدات فيها كل المعدات العالمية الموجودة ومدرب مؤهل ومدرب مؤهل ومدرب مؤهل وفي نفس الوقت الشباب المواطنين يحبون أن أحد يهتم فيهم فعينت اثنين من الموظفين عندي يكونون مساعدين من الأفراد يعني نحن نشوف لقطات يوسف تشوفوا يهني على التلفزيون تشوف لقطات الحين هذا مثلا هذا المدرب واقف يطالع نعم انزين كمل الشباب خاصة يعني لازم يحصلون الاهتمام صح والموضوع مو 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 صالة ولا مو مو مدرب الموضوع أن الشاب يحصل الاهتمام يحصل الخدمة الجيدة انت تعرف تدخل الصالة ضيع يعني عفوا تشوف مثلا حد يعني شراتك ما شاء الله يعني جسمي مليان وسابقني بأشوار أنا بحس بحباط أنا دخلت بحس بحباط أشوف والله المدرب واقف عندك ويدربك ليش أوكي انت عندك بطولة البطولة انت طالع بها باسم الصالة طيب أنا شو ذنبي عفوا إذا انت طالع ببطولة أنا مالي ذنب أنا ريال دفعت بيزات وبعد أني أدار أبو بالضبط أباهتمام بالضبط أباهتمام هذا البطولة أمر آخر أنا لا تدخني في البطولة أنا بعد يعني واحد من هالناس الموجودين في الصالة طبعا نحن أول ما هي اللاعب يشترك طبعا على طول الموظف اللي عندنا في الاستقبال يودي عند المدرب جميل فالمدرب يسأل كم من هأسئلة صحية بداية فنحن ما نبقى نبدأ بالأوراق ويحس اللاعب معقد ويد فنبدأ بأشياء بسيطة عصب شوي يستوعب الموضوع شوي شوي يعني إذا عنده ضغط إذا عنده سكر إذا عنده لا سمح الله قلب أو تعاب أو شي عملية هي فنسأله عن وضع الصحي جميل لازم هي فعقب نشوف شو طموحه هل طموحه أنه كوي ياي عنده عدد ساعات معينة في اليوم أنه بس يسوي رياضة يعني يعني كأكل صحي ويمارس حياة طبيعية رياضة وصحة وشي أو أنه حاب أنه يتطور أو يشارك بطولات طيب تمام نشوف الموضوع فنحن ما نضغط على اللاعب نهائيا فالكابتن يبدأ وياه تدريجيا يعني تدريجيا يعني يخليه أول أسبوع يمارس تمارين الكارديو التي تمارين اللياقة ومشي والكروس بدون استخدام الألات أول أسبوع عقب أسبوع يبدأ يتعرف على الأجهزة يلعبها على مدة أسبوع كاملة على جميع الأجهزة والطرق كيف يلعب الأجهزة في زوايا معينة لازم يلعبها اللاعب على أسب يتجنب الإصابات صحيح عن التمزق أو عن شيء عن الشد العضلي أو شيء حتى أن نعلمه على الأوزان يعني ما يبدأ بوزن ثقيل يعني كبير ما يرون يلعبها صحيح إنه يتجنب شد عقب إذا جاسع أي إصابة فيقطع عن الصالة صحيح فمدة الاشتراك بتخلصه يالس في البين تمام فالموضوع أنه نحن نبدأ تدريجيا يعني الآن ثلاث شهور فهذه ثلاث شهور يعني طبعا هنا في نفسه يحصل توعية يثقف المدرب طبعا بدون كتب بدون أي شيء بس كتدريج يصولف ويا يصولف ويا لينما اللاعب يحس بالتغير خلال هالمدة اللاعب متى يعني يتحمس زيادة إذا شاف التغير واضح في جسمه هذا اللي أنا أبو أقول لك عليه حد من المدربين حد من الصلاة يختصر الوقت يعني أنا صارت وياي بشكل شخصي أنا وصرت عند صالة أضرب وطرح يعني صالة وما يحتاج أول ما تدخل تشوف التفاح الخضر على صوب والتفاح الحمار على صوب والغراش البارد وكل واحد قابضوا لعشر فود فوق راس شوفنا كل شيء يعني المدرب أول يومين خلاني أنا أتكلم عني أنا بشكل شخصي اليوم الثالث أشوفه ياي ما أخذني عنده الريسيبشن ياي بيلي درام ما أدري تب هلمتن اثنين أعتقد قال لي هذا تأخذ منك اليوم خاشوقتين وهذا خاشوقه وهذا تصب حليب ما أدري حليب ما أعرف شو وطعم المكملات الغذائية طعم ما يا ريال صغف الله العظيم وقال لي لازم تأخذه كنت لبس كبتين أنا أكل زين الحمد لله يعني أنا ضعيف نعم بس الحمد لله أكل زين بخير أنا قال لا لازم تأخذه يوم خدت يوسف تعبت يمكن خدت الأشياء يمكن ما تناسب لا بالضبط اللي أنا اكتشفته أقب سألت يعني سألت أنا دكتور متخصص قال أبي هذا يبيع لك زين أنتوا في هالحالة هل أنكم مكملات غذائية ولا ما تحت ولا لما هو الزبون يطلب أو إذا شفتوه يحتاج هو على يعني في قسمين يعني في ناس يحبون يعني من البداية يبدأ ويالمدرب يقول أنا أبو أأخذ هالشيء فهو ينصحها بالبروتينات والمكالمات الغذائية اللي تناسب جسمه تمام مثلا كشخص أنه يبا يخفف وزن هو قال حق المدرب أنا بس تعمل مكملات غذائية فالمدرب ينصحها باستخدام مكملات غذائية اللي طبعا اللي ما فيها دهون وما فيها سكريات فعني هالبروتين ناس ما تقول بروتين صافي طيب أما لو يا الشخص طبعا وزن يبا يزيد في الوزن طبعا مدرب يعطي بروتين اللي فيه كارب وفيه دهون عسى بشو عسى بيكبر يعني يزاد طاقة ويشيل أوزان أكثر بس حاليا فيه فيه الشق الثاني عندك الناس العاديين اللي ما يحبون ياخذون هالسوالة فهنين نحن نحن نصحهم بالفيتامينات أكثر شيء والوجبات يعني يكثف شوية من الوجبات بس أنه رياضي بشكل أزين يعني يعني يكون رياضي يعني بدل ما يأكل عادة أن نحن ناكل ثلاث وجبات فالمدربين صاح يمكن يزيد من خمس لست وجبات في اليوم وجبات معينة على حسب جسمه من ثلاث وجبات لخمس ست وجبات خمس ست وجبات ما علي تكون هذا يا ريال يبا يأكلها طبعا بيكون الوجبات موزعة على عدد ساعات معينة هي فما بتكون كله وجبات أكلات دسمة طبعا يعني سناكس خلنا نقول يعني وجبات خفيفة بين الوجبات فيه سناكس وفيه وجبات يعني نحن نسميها كلها وجبات زين يعني حتى نحن في الكمال إذا بدأت شرب بروتين عبارة تعتبر وجبة هذه وجبة كاملة تعتبر وجبة لأنني كنت حصل مثلا ثلاثين قرام بروتين نفس اللي تحصلها في الصدر الدياء نفس الشيء نحن بنتكلم عن الأكل عن الوجبات هذه أكثر يوسف لكن اسمح لي بنروح لفاصل قصير عن صالة الشبل ويروينا طبعا الفاصل اللاعبين مثل ما ذكرهم يوسف ومرد إن شاء الله نكامل ويا يوسف فكرا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالكم الله مجيد متواصلين وياكم الشباب في الكنترول عجبوا في سلفة الوجبات لا أكثر شيء بأكل الحين صدق لو كان واحد شوية وزنه زايد هذا بعد ما تنصحون بوجبات وغير وجبات طبعا لا ننصح بوجبات يزيد وجبات؟ يزيد طبعا ما سوينا شيء هو اللاعب كل ما يأكل فالجسم نفس ما تقول مبرمج نفس السيستم يحرق زيادة لكن يوسف هو أصلا وزنها يعني مرتفع بس يعني الوجبات بتكون يعني ما فيها الدهون وكمية الكرب بتكون طبعا بقياس كربوهيدرات عفوا الكربوهيدرات تكون تقريبا بقياس بأوزان معينة مثلا نقول لك كل أمية قرام أمية قرام مثلا حبة بطاط أو مثلا عيش لكن انت في البيت يوم بتتغدى ما بتيلس قايس صح؟ يعني بتاكل عادي يعني ما بتيلس تعارف نحن عند الغداء أو هذا أي قياس هو ترى الواحد يوم يبدأ هالبرامج طبعا أول شيء بواجه صعوبة في تحديد الكمية خاصة أنت حين عندك ناس ما تقول لايف ستال نمض حياة معين بتي بتغير بتخلي بتغير نظام حياتك بشكل عام بترون بتحاسب على الوقت بتشوف أنا لازم الساعة فلانية لازم أكل هالوجبة أني أنا مورو أخر وجبة تتداخل الوجبات فما حصل النتيجة يعني يغير لك برنامج برنامج يوم وقالك حياتك تتغير أنت مرتبط بعدد ساعات معينة بوجبة معينة فأنت مترون تأخر وجبة ساعة ساعتين صحيح الجدول يعني الجدول يعني اليومي بيخترب كله سمعت أن في اللي متعود أن يصير الصلاة الرياضية في خصوصا في رمضان أو خلني ما بنقول في رمضان لكن الصح أنك ما تصير وانت ما كالوجبة يعني مثلا كل وجبة لكن يلسك ثلاثة أربعة ساعات عقوب يصير الصالة صح الكلام يعني يصير وانت يعان هو شوف ما ننصح اللعب أنه يصير يعان لأنه صايم تقريبا خمسة عشر ساعة لأن الجسم هنا يحتاج نسو ما يحتاج أكل عساب لا يعني أنت تكلمت عن سالفة رمضان ما علي بأن نتكلم عن رمضان يعني مثلا قبل الإفطار بثلاثة أربعة ساعات يعني مثلا تصلي العصر وتصير هناك تتيلش لك ساعة ساعتين اللي نأذن المغرب فأنا يتشوف الجسم يعني أنا مو مختص غذائي يعني أنا أتكلمك على أساس خبرة فأنا عندي مدرب عندي مختص فأنا مورو مدشوها كوايد في هالتفاصيل يعني بس لأنه بشكل مبدئ أو صدحي بأخبرك يعني على حسب تخصصي فأنا الجسم طبيعة الجسم أنه يعني أنت أنت صايم تقريبا 12 ساعة طيب فالجسم يعني يحتفظ بالسوائل يحتفظ بالدهون كأنه ناس ما يشكل بكى بحق الجسم جميل خاصة يحتفظ بالسكر يعني فأنت فأنت إذا حين قبل الفطور بتسير طبعا بيستيجي عندك ناس ما تقول درب أو مثل هبوط هبوط هاي فهني أنت حتى جسمك يعني بيقل عندك تسكري في الدم صحيح وطبعا الجسم بيبدأ يفرز مثلا يتخسر فيها سوائل يحتاج سوائل أكثر فهذا يسبب مثلا ضعف في الجسم شكل عام أوكي فنفس الوقت ما تنسح على العظمات ما تنسح قبل مثلا الفطار في رمضان أنك تسير الصالة والله أنا ما أنصح لأن أنت جسم خاصة فترة شهر رمضان أنا ما أنصح أن يسوي رجيم لا ما نقول رجيم نقول المتعودين يسيرون الصالة هل مثلا يسير الصالة عقب التراويح مثلا يسير عقب التراويح طبعا يأكل وجبة تكون مبدسمة خفيفة يعني يأكل مثلا صدر دياي وعيشة بيض يأكل أكل خفيف يعني حتى الأكل لازم يكون وفي عدد مثلا يكون فيه بروتين وفيه كاربوهايدرد فهذا الشيء بيساعد بيرفع نسبة سكاري في الدم فهذا بيساعد أن الجسم فيه طاقة يروم يخسرها تمام ويزيد أصلا في رمضان لازم كل إنسان طبيعي لازم يشرب زيادة يزيد السوائل في الجسم السوائل والسوائل وعندك الألياف في الجسم لازم تزيد برد على المكملات الغذائية أو هذه العلب الكبيرة هذه التي تكون دائما مع اللعب أنتوا أنتكم في الصالة هل تنصحون بها هل في شركة معينة أنتوا تعاملون بها مرخصة من وزارة الصحة في دولة الإمارات أنتوا تعطونها للناس أو تنصحون بها اللاعبين لا هم تقريبا نحن ننصح اللاعبين اللهم روحهم يقولون نحن نريد ناخذ مكملات غذائية يعني ننصح بنوع المكمل لكن هل تبيعون عندكم لا لا حاليا لا نبيع في ممكن فكرة مستقبلية أن نوفر محل بس يعني ناس ما تقول بعدين نشوف الموضوع مرات تدخل الصالة تشوف يكون عند الشباب مثل غراش غراش الماي لكن فيها ألوان شيء أصفر و شيء أحمر و شيء أزرق وما بين فترة للتدريب تشوف يأخذ مثلا يغمتين ثلاثة ويردها هاي عبارة عن يسوي رفريشمنت حق الجسم يعوض لك المعاني شو يعني يكون هذا يكون مثلا يكون بودر يخلط بالماء هذا حصل في أي مكان يبيعون في الصيدليات في محلات اللي بيعون فيتامينات يعني يعني عن فقد مثلا السوال يحتلب بالسوال إذا عرق أو عن الإنهاك أو شيء هو عبارة يعني يحافظ على نسبة الماء في الجسم في نسبك مثلا نسو ما تقول إذا بذل جهد زيادة يستوي نسو ما تقول إرهاق جسدي فهي يتفادى هالشيء يعني أو خاصة عندك مثلا في فيتاميات معينة تأخذها تتجنب من شد العضلات صحيح فهذا يعني نسو ما تقول وقائي حد من المشتركين يشترك أول يوم يومين ثلاثة أربعة بظروف عمل لظروف معينة هو مل يترك الصالة ما يسير والصالة بعد تلبس يعني ما تتواصلوا إياه هل أنتم من إنا مثلا والله فلان أو مثلا أحمد والله غاب يوم يومين يتصلون عسى ما شر يومين ما ييتنا ثلاثة ما ييتنا عسى بكون صريح إياك يعني سعادة يعني الكستمر ما يتفاعل يعني ناس ما قلت يعني إذا يكلم المدرب خايف أنه في مثلا رسوم إضافية أو أن ترى هذا هو يوسف فهذا الشي نحن ساعات أن المدرب يصير يقول أنا بقدم لك واحد دين ثلاث مجانا فحتى اللاعب يكون مترد يقول أنا عندي برنامج معي أنا أمشي علي ما بحد يدخل يعني هذه من التحديات نواجه الزباين لو تسأل أي مدربين ومدربين خاصة عندنا المدربين الكبار المواطنين عندنا يواجهون نفس المشاكل أنه يلقي لك اللاعب عنده برنامج مثلا في التلفونات الذكية يتبع هذا البرنامج بس ما فيها مدرب ما فيها شي ما في شي متابع ما ينفع إذا ما كان مواجه فوقراسك ما ينفع اللعيبة مثلا الدوم متابعين المدرب يعني مفاتحين حقنا المجال أننا نساعدهم طبعا المدرب إذا شاف أسبوع ما يتصل فيه يتابع المدرب يتابع أما أنا سأكون صريح إياك مو بكل اللعيبة يحبون أن يكون المدرب متابع يقول لا أنا بس بلعب الجهاز المشي وبلعب هذا بس ما بأمدرب يعني عندهم ليه ما تبتق نعه يبال فترة يبال شوية الله يقويكم يوسف وإن شاء الله بإذن الله تشوف على ويها الخير هالمشروع هذا فأنا عندي شيء أبوظيف فضل عنا في الصالة نسوي مبادرة حق حكومات حق الدوار الحكومية في إمارة الشارجة في إمارة الشارجة وعلى حسب شغلي أنا داوم فني طبطار في اسعاف دبي نعم فأنا نسوي هالمبادرة حق مؤسسة دبي لخدمات السعاف حسب دوام هناك أن عنا موظفين اللي ساكرين في الشارجة يقدرون يونس صال عندهم خصم معين فهذا الشيء بطبقة حق حكومة الدوار المحلية في حكومة الشارجة فأنا نحن نعطيهم خصم بشكل دايم نعم جميع الموظفين لحكومة الشارجة الاشتراك الشهري عنا نحن 300 درهم جميل فمنعطيهم خصم 200 درهم يعني يصير الاشتراك 200 درهم 200 درهم إذن هذه مبادرة من صالة الشبل لكل موظفي الدوار الحكومية في حكومة الشارجة أن يأخذون خصم من عند يوسف كيا في صالة الشبل طيب تمام فعندنا إضافة الخصم خدمة الواي فايف مجانة في الصالة وعندنا الكابتن يوفر لك برنامج غذائي يوفر لك تمارين خاصة لكل لاعب على حسب جسمه الله يقويكم وعندنا مثلا تمارين خاصة لك الناس لديهم إصابات معينة تقوية إصابات الصالة وين موجودة في مطقة القليعة خلف شارع الكورنيش ناس هناك بتيك إن شاء الله وتأخذ التفاصيل أكثر اعذرنا يوسف أنا ودي أكمل وياك لكن لضيق الوقت اسمحنا برنامج ننته شكرا جزير لك ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق شكرا جزير لك شكرا جزير لك شكرا جزير لك شكرا جزير لك